حينما يأتي شخص مثلي كي يكشف الحقيقة يقولون لكم هذا ماسوني قاطعوه المخابرات الدولية تدفع له الأموال لأجل أن يحارب المرجعية لماذا؟ لأن الغرب متخوف من ذول الثولان الغرب يرجف من السيستاني ومن بكشير النجفي السيستاني ما يتدبرها يطلع يحكي لحشاتين قدام الكاميرا وبشير النجفي من يطلع يحكي اللي يسمعه يضحك عليها رأسا يضحك عليها مهرج ويحكي سحاق الفياض من يطلع يحكي تقول يقرس ويحلي يسمعوهم موجودين على الانترنت وهاي المهزلة كانت مع الماضي ومع الباقين ويجايين ويومي يجايبين نواعد خرطي ونقول علي هذا نائب الإمام وهذا أعلم ما حد بالآل وعلماء السنة متعجبين به وهو أثول لا فهم ولا علم هذا هو الواقع الموجود على الآرض الكذبة الكبيرة كذبوا علينا قالوا لنا هذا مذهب أهل البيت وأهل البيت ليس عندهم من مذهب هذا المذهب هو المذهب العباسي الخامس ألا تلاحظون أنهم يقتلون أنفسهم على التقارب بين المذاهب لأنهم خرجوا من حفرة واحدة من مكان واحد أصلهم واحد عندنا مثل معروف في الثقافة الشعبية العراقية مضمون الإجمال يقول هذا أخو هذا تعرفونه هذا أخو هذا ما تشوفهم شايلين روحهم وداقينها على التقارب بين المذاهب الوحدة الإسلامية الوحدة الإسلامية شايلين روحهم وداقينها منعي الوالدين يرجعون الأصلهم يرجعون الأصلهم وإلا فلا علاقة على الإطلاق بين دين العترة الطاهرة والمذاهب الأخرى رسول الله هو الذي أخبرنا فقال إن الأمة ستفترق إلى ثلاثة وسبعين من الفرق فرق واحدة ناجية يعني أن فرقة واحدة يكون معها الدين البقية مذاهب القضية واضحة إذا افترقت في الدين سبعون فرقة ونيف كما قد صح عن سيد الرسل ولم يكن منها ناجيا غير فرقة يا ذا البصيرة والعقل أفي الفرقة الهلاكي آل محمد أم الفرقة الناجين ماذا ترى قل لي فإن قلت هلاك كفرت كفرت بآية التطهير كفرت بالقرآن كل فإن قلت هلاك كفرت وإن تقل نجات فحالفهم وخالف ذوي الجهل هناك فرقة واحدة ناجية كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الفرقة الوحيدة التي معها الدين إنها فرقة أهل محمد إنها فرقة علي وآل علي النبي هكذا قال لعمار يا عمار يا ابن سمية يا عمار يا عمار إذا رأيت الناس قد ساروا في أي واد من الوديان وسار علي في واد فسر في هذا الوادي في وادي علي إذا سار الناس في مختلف السبل في مختلف الطرقات وسار علي في طريق هذا هو الطريق الذي يجب عليك يا عمار أن تسير فيه طريق الهدى القضية واضحة هناك فرقة واحدة هي صاحبة الدين بقية الفراق هي فرق المذاهب المذهب الطوسي يحن إلى أصله ولذا يقتلون أنفسهم التقارب بين المذاهب المذاهب الأخرى ليست مهتمة بهذا الموضوع لماذا؟ لأنهم لم يغلفوا أنفسهم أنفسهم بشيء من دين العترة الطاهرة الطوسي غلف مذهبه بهذا فهو يريد أن يعود إلى أصله يؤذيه هذا الغلاف ولذا يتسابقون من أنه يجب علينا إذا أردنا أن نتقارب فيما بيننا أن نتنازل عن بعض الأمور دودة دودة من أقولكم دودة أكو دودة أكو دودة تشتغل الشايلين روحهم مداقين علينا أن نتنازل عن بعض الأمور حتى نتقارب خاف عدموا شوية ما أخذينها من دين العترة هاي هم يردون يشيلونه هذا هو الواقع الشيعي القذر الذي نعيش فيه وعاش فيه أجدادنا وأهباؤنا